كان أشرف الحكيمي لاعب كرة القدم الدولي المغربي يجلس وحيدا في غرفة خلعه بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في دور أبطال أوروبا على الرغم من الأشهر المتبقية والإنجازات الأخرى التي حققها مع الفريق إلى أنه تخلص من البطولة الأوروبية الكبرى مرة أخرى شعر أشرف الأمل والغضب بثل جهدها ولكن لما تكن للنتيجة في صالح المجلات وتتزايد لي نظر إلى الأمير لما علقاء على الحائطة الأمامي كان وجهها مليئا بالتعب والإرهق بعدل عمل لكن في خجلة لمع شرارة لا تنطفت لايأس أشرف بسهولة فهوى معتاد على خيبة أمل هذا ولكن لا يستسلم إلى الأبد لا يعرف أنه متميز وأن اللاعبين قادرون على تحقيق الإنجازات ولكن هناك دائما ما يستمتع بطريقهم ويحول دون تحقيق أحلامهم تنهد أشرف بحرقة وهو أيضا المواسم الماضية وكانت قليلة جدا في دوري الأبطال الكون العديدة التي ضربت باريس سان جرمان والجماهير العاشقة له وأشرف دائما علي للقاء بل اللوم عليها في الجماهيرة توقع الكثير من هذا الفريق للضخمة ولمليت بالنجوم لكن للنتيجة لتكون دائما في الصالحهم أشرف أشرف علي للضغطة لنفس واليها جومي لإعلمي لما استمر علي الفريق العامل لإساعدها ما في المنافسه في بعدك للخسارة في البطولة الأوروبية تنهال للتعليقات والانتقاد عليهم من كل طاقم وكان أشرف دائما الهدف الرئيسي لهذه الانتقادات بسبب موهبته وتألقه المستمر لم يكن من الممكن أن يكون المال والظلم سيئا جديدا على الحكيمي فمنذ بداية مشواره الاحترافي كان دائما ينال حظه من الدمات والشكيك في قدراته على الرغم من كونه أحد أفضل صانع الإداعي في العالم إلى أنه لما يحظى بالاعتراف بالاعتراف الذي يستحقها إحضر في برايس برايس سان جيرمان ومنذ ذلك الحين منادوري الأطال هم الحاضرون للقاء الجميع يتجول في أفكار أشرف في مينيسوتا وهوي رقب نصاف للعبين من الملعب كان منهم من أراد والآخرة محبطا وهو منهم في الجميع ليستطيع أن يتمكن الفريق من الفوز بالبطولة الكبرى ولكن هناك دائما ما يحول دون ذلك وسمحت لهم ببذل جهودهم إلا أن الظروف لا تكون في صالحهم وفجأة تحركت ذاكرة أشرف إلى العالمي لتستمر في تحقيق الإنجازات والتحديات المليئة بالإنجازات تذكر كيف بدأت رحلتك في اختيار المنتخب المغربي وكيف لمع نجمه بسرعة ولم يتفوق على نجوم الكرة المغربية كما تتذكر الكثير من البطولات والبطولات التي قاد اتهم إلى تحقيق الإنجازات خيال كانها طموحها لا إحد همس وحلمها بالفوز والشعر بدور الأبطال ولكن مع مرور الوقت بدأت لك الأحلام تجهل الشيئا ما فمع كلا هزيمة في البطولات الكبرى كان أشرفي الشعر بالإحبط والظلم كان يعرف أن أقدراتها وإمكانية إمكانياتها لا تتنوع عن جرانه ولكن لحسن الحظ لا يمكنه حليفه دائما تمهد أشرف مرة أخرى وأتمنى لو كان بوسعه التحكم في مجريات الأمور لو كان بإمكانه أن يغير النتائج والأحداث ليتمكن من تحقيق أحلامه منذ الزمن البعيد لكن الواقع مختلف ففي كرة القدم كما في الحياة لا يمكن تحكم في كل شيء هناك دائما عوامل خارجية لا يمكن السيطرة عليها فجأة شعر أشرفي بوخص في قلبه هناك شيء ما في هذا المكان الذي لم يكن واضحا له بعد لم يكن هناك شعور بلا الظلم ولا الظلم سوى للشعوران الوحيد لم يكن هناك مؤامرة ضده لما أتأكد من ذلك وكان حدثه لما يخطأ في المرات للسابقة وفي أشرف من مقعده بسرعة وخرج من غرفة الملادس ويتاجه نحو مكتب المديرين عليه أن يطمئن على ما يحدث ويستكشف الأمور بنفسه فهو لن يجلس مكتوف الخطي بينما يدبر الخطر حوله إذا كان هناك شيء ما يحاك ضده مطلقا له كل ما أوتي من قوة